السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك شاهدنا في حلقة التوصيل الماضية كيفية ترتيب وتوصيل أجهزة الحماية الكهربائية ولو دققنا جيدا في طريقة تركيب مختلف أجهزة الحماية الكهربائية سنلاحظ أننا نضع مختلف أنواع الحماية بشكل متتالي ومتتابع أي جهاز حماية بعده جهاز حماية آخر أجهزة الحماية الكهربائية على اختلاف أنواع الحماية التي توفرها كلها تقوم بفعل واحد وهو قطع وفصل الكهرباء أثناء تدخلها للحماية ضد الخطر أو العطب باستثناء جهاز الحماية من الصواعق والذي لن نتحدث عنه في هذه الحلقة حسن جدا إذا حدث خطأ في هذا التركيب هنا من المفروض أن يفصل هذا القاطع هذا طبيعي بسبب قربه من مكان الخطأ أو العطب وهو منطقي جدا لكن أحيانا ومع نفس الخطأ قد يفصل الفاصل الرئيسي هنا وكما تشاهدون فهذا الخطأ أو العطب تجاوز أو تسلل عبر عدة أجهزة للحماية الكهربائية التي لم تقم بدورها في الفصل يعني يحدث لنا هذا مرارا وتكرارا وكلنا نعرف أن هذه الوضعية هي خاطئة وغير مقبولة والسبب في ذلك هو عدم احترام مبدأ أو قواعد الانتقائية في الحماية الكهربائية إذن ما هي الانتقائية في الحماية الكهربائية وما هي شروطها وأهم القواعد التي لا بد أن نتبع في تحقيق الانتقائية في الحماية الكهربائية وما هي أهم مميزات وفوائد الانتقائية الكهربائية وهو ما سنشاهده في هذه الحلقة بعد الفاصل القصير للقناة مرحبا بكم مرة أخرى الانتقائية في الحماية الكهربائية هي عبارة عن عدة قواعد لا بد لنا أن نلتزم بها في توصيل وترتيب وضبط واختيار أجهزة الحماية الكهربائية على اختلاف أنواعها التوصيل والترتيب تعرفنا عليه مبدئيا في الحلقة الماضية كالعادة روابط الدعم في وصف الفيديو أما الضبط والاختيار أجهزة الحماية سنشاهد كيف نقوم بذلك في هذه الحلقة إذن بماذا تنفعنا أو تفيدنا أولا هذه الانتقائية في الحماية الكهربائية الانتقائية لها عدة فوائد مهمة جدا بل ولازمة في التركيبات الحماية الكهربائية أول شيء هو قطع الطيار أثناء حدوط العطب على الجزء الذي يحدث فيه الخطأ وهذا يمنع تسلل أو تسرب الخطأ إلى باقي التركيب لأنه في هذه الحالة نضع باقي أجهزة التوصيلات الأخرى في خطر يعني فعالية أكبر للحماية الكهربائية ثانيا ضمان استمرارية التشغيل وباقي أجهزة والتوصيلات الأخرى والابتعاد عن القطع الكل للكهرباء عن التركيب بالكامل ثالثا وهو شيء مهم بالنسبة لنا نحن الكهربائيين وهو عزل وكشف مكان تواجد العطب بسرعة رابعا قدرة الحماية الكهربائية على التمييز بين العطب الحقيقي الذي يجب أن يحدث فيه الفصل والمشكل العابر أو الذي قد يحدث أحيانا عند تشغيل بعض الأجهزة مثل تيار الإقلاع المرتفع أو إعاقة مؤقتة للتشغيل خامسا تقليل الحمل على التوصيلات والتركيبات الكهربائية وسادسا وضع دعم لكل أجهزة الحماية في حال فشل جهاز حماية ما في عمله في قطع الكهرباء يتدخل جهاز حماية آخر للقيام بمهمة القطع والحماية كانت هذه ستة مميزات للانتقائية في الحماية الكهربائية الآن وهو المهم كيف سنحقق الانتقائية في الحماية الكهربائية هناك ثلاث قواعد أو ثلاث طرق لتحقيق الانتقائية لا بد من الاعتباد عليها بثلاثة وعدم إهمال أي قاعدة القاعدة الأولى وهي الانتقائية في شدة الطيار لا بد أن يكون تيار القاطع في المستوى الأول من الحماية أكبر من تيار القاطع في المستوى الثاني من الحماية وبدوره لا بد أن يكون تيار القاطع الثاني من مستوى الحماية لابد أن يكون تياره أكبر من القواطع التي توجد في المستوى الثالث من الحماية وهنا نتحدث عن تيار الحمل الذي يتواجد في الأجهزة الحرارية المغناطيسية ونشيء أيضا لتيار التسريب الذي يتواجد في الحماية التفاضلية طبعا سنشاهد كل ذلك في الحلقات المقبلة إن شاء الله القاعدة الثانية وهي الانتقائية الزمنية لابد أن يكون زمن الفصل للقاطع في المستوى الثالث أقل من زمن فصل القاطع في المستوى الثاني والذي بدوري لابد أن يكون أسرع في القطع وفصل الكهرباء عن القاطع في المستوى الأول لابد أن يكون زمن الفصل أو قطع الكهرباء أقل من ثانية واحدة ويكون أغلبه بالميلي الثانية يعني ميلي سوغرونت سنشاهد إن شاء الله في الكهرباء الصناعية بعض الأجهزة التي تمكننا من تحديد زمن الفصل لتحديد الانتقائية في الحماية الكهربائية وزمن الفصل شاهدناه سابقا أيضا على ما أذكر في جهاز الحماية من ارتفاع الجهد وتقريبا الشركة المعروفة والتي لا موتوقية كبيرة في الصناع أجهزة الحماية الكهربائية تعطي معلومات عن زمن فصل كل الأجهزة في مواقعها الإلكترونية أو على الورقات التقنية للجهاز حسب الطراز أو الموديل القاعدة الثالثة والأخيرة وهي الانتقائية النوعية وهي بالاعتماد على النوع الجهاز لحماية الكهربائية كما شاهدنا في حلقة أنواع القواطع الحرارية المغناطيسية B, C, D علمنا أن النوع B هو أكثر حساسية من النوع C والC أكثر حساسية من D لذلك لو قمنا بوضع النوع B في المستوى الأول والC في المستوى الثاني فهذا خطأ لا بد أن تكون القواطع الأكثر حساسية لشدة التيار في المستوى الثالث وكلما انتقلنا إلى المستوى الأول تزيد حساسية القواطع نفس الشيء مع الحماية التفاضلية كما شاهدنا في أنواع الحماية التفاضلية بعض الأجهزة الكهربائية لا بد أن تركب مع أنواع خاصة من الحماية التفاضلية عدم احترام الانتقائية النوعية على العموم يؤدي إلى الفصل الخاطئ أو تدخل القاطع لفصل الكهرباء دون تواجد خطر أو عطب لذلك لا بد أن نلتزم في اختيار وتوصيل أجهزة الحماية الكهربائية النوعية التي تناسب كل نوع من الأجهزة الكهربائية في الحلقة المقبلة سأبسط كل شيء وسأضع العديد من الأمثلة إن شاء الله على ما أظن أن الأمثلة ستسهل عليكم فهم الانتقائية في الحماية الكهربائية فهي ليست شيء صعب لكنها شيء مهم في الحماية الكهربائية إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة